النهاردة ان شاء الله نتكلم عن معلومة مهمة جدا لازم تعرفها كل امرأة بتخطط لحدوث الحمل ما هو أنسب وقت لحدوث الحمل بعد انتهاء الضورة الشهرية متى يكون أفضل وقت للجماع بعد الضورة الشهرية كتير بيسأل عن أفضل وقت للجماع بعد الضورة الشهرية طبعا بيمكن البدء بالجماع في أي وقت بعد توقف نزيف الحيو ولكن أفضل وقت للجماع بعد الضورة الشهرية بيكون بداية من اليوم التاسع لليوم الست十اشر بعد أول يوم بتنزل فيه الدار الشهرية العد بيكون من أول يوم التاسع من أول يوم بتعرف هذه الفترة بفترة التبويض وهي الفترة اللي بيطلق فيها المبيض البويضة لكي يتم التلقيح ويحدث الحمل عادة ما يطلق المبيض البويضة في اليوم اللي 17 بعد أول يوم بيحدث فيه نزيف الحيض البويضة بتبقى قابلة للتلقيح لمدة بتتراوح بين 12 ل 24 ساعة بعد اطلاقها من المبيض بعد كده في حالة عدم حدوث اخصاب لهذه البويضة بتضمر وتموت عند حدوث الجميع في الفترة القريبة من فترة طويل بيمكن ان يحدث الحمل حتى لو تم الجميع لمرة واحدة السبب طبعا ان الحيوانات المنوية بيمكن ان تبقى على قيد الحياة داخل جسم المرأة المدة تصل لخمس ايام ده بيعني ان تواجد الحيوانات المنوية في الرحم خلال فترة الطبويل بيمكن ان يسبب حدوث الحمل حتى لو لم يتم الجميع في نفس يوم الطبويل من هنا بنقول ان بيفضل حدوث الجميع في فترة الاباضة اللي بتحصل في الفترة من اليوم التاسع لليوم الستاشر من بداية الدورة الشهرية بتكون اكتر الايام خصوبة اليوم الاثناشر والتلاتاشر والاربعتاشر ده في حال لو كانت الدورة الشهرية منتظمة كل 28 لثلاثين يوم اما قبل وبعد هذه الفترة بتكون نسبة الخصوبة قليلة وبالتالي احتمال حدوث الحمل بيكون اقل وايضا بيمكن حدوث الحمل لو حدث الجماع لمرة واحدة فقط ولكن يفضل ان يكون الجماع يوم بعد يوم بكده بنكون وصلنا لنهاية الفيديو لو عجبك الفيديو انتسيش تضغطي لايك وتعملي سابسكرايب القناة عشان يوصلك كل جديد